بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب طلاب المرحلة السنوية الصف الثاني السنوي أحييكم معكم المسر أحمد محمد النبوي النهاردة هنستكمل درس الدوال الحقيقية عندنا النهاردة هنستكمل درس الدوال الحقيقية هناخد العمليات على الأعداد الحقيقية والدلة التركيبية طبعا دولت درسين مهمين وبيجعلهم أسئلة كتير في الامتحان وركز فيهم كويس الجزء الأول هو العمليات على الدوال عند العمليات المشهورة اللي هي الجمع، الطرح، الضرب، القسمة طبعا هنا عندنا في أجزاء من ندرسها إزاي نجيب المجال المشترك باستخدام العمليات لو عندنا في الجمع والطرح والضرب والقسمة بيبال مجال المشترك لدلتين هو ميم واحد تقاطع ميم اثنين يعني تقاطع المجال الأول والمجال الثاني ده في الجمع والطرح والضرب والقسمة أسف في الجمع والطرح والضرب في القسمة بتوبة مختلفة شوية إزاي بقى؟ احنا طبعا خدنا في الدرس اللي فات إزاي نجيب مجال الكسر فقالنا مجال الكسر بيسوي حق فرق أصفر المقاب فهنا في مجال خارج قسمة دلتين المجال بيسوي تقاطع البسط مجال البسط والمقام فرق أصفر ليه؟ المقاب يعني زي ما نكون حنصدم القاعدة الأخيرة في الدرس اللي فات إزاي نجيب مجال كسر يبقى عندنا هنا في الجمع والطرح والضرب بنجيبهم بنفس الطريقة هو المجال المشترك هو تقاطع المجالين في خارج القسمة بيكون تقاطع المجالين فرق أصفر المقام يعني نحذف أو نشيل أصفر المقام طبعا مثال عندي هنا بيقول لي أوجد مجال الدلت دلسين بيسوي جزر سين ناصل اتنين زائد جزر أربع نقسي هنا عندي بيديني اختيارات سلب اتنين واربعة فترة مولقة اتنين وسلب اربعة اتنين واربعة سلب اربعة وسلب اتنين طيب هنا الحل هنجيب مجال الدلت الاولى اللي هي جزر سين ناصل اتنين هتوبسين ناصل اتنين أكبر من أو يسوي صفر إذا سين أكبر من أو يسوي اتنين يبقى مجال الدلت الاولى هو من اتنين إلى مل نهاية مجال الدلت الاولى من اتنين إلى ايه مل نهاية الدلت التانية أربعة ناقس ايه ناقس سين أكبر من أو يسوي صفر خلي بالنا احنا برضو منستخدم نفس القاعدة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت اللي هي الدلة اللي تحت الجزر التربيعي تكون اكبر من او يساوي صفر يبا اربعة عن السين اكبر من او يساوي ايه صفر اذا اربعة اكبر من او يساوي سين يبقى اذا السين اقل من او يساوي اربعة يبقى المجال من سالب اربعة من سالب ما لا نهاية ايه لاربعة المجال التاني من سالب ما لا نهاية الى اربعة فترة ايه مغلقة يبقى المجال المشترك والدلتين هو الفترة المغلقة من 2 إلى 4 سؤال ثاني عندي كسرين بيقول لي أوجد مجال الدلت ده سين بساعة 1 على سين تربية ناس 4 زائد 1 على سين ناس 1 هنجيب هنا مجال الدلت الأولى مجال الدلت الأولى هنصدن برضو قاعدكم نغضينا في الدرس اللي فات اللي هي حافر أصفر المقام فالمقام الأول سين تربية ناس 4 هنحلله سين ناس 2 زائد 2 هيبقى أصفره 2 وسلب 2 يبقى المجال الأول هفرق المجموعة 2 وسلب 2 المجال الثاني بدون تحليل هو ليه 0 و 1 هو سين يسا 1 يبقى المجال الثاني هيتصفره هفرق إيه 1 طيب تقاطع المجالين 100 و 1 تقاطع و 200 هيتصفره هفرق أصفر المقامين اللي هم 2 وسلب 2 و 1 و 1 عندي هنا سؤال مشابه لسؤال لسه حالينه من شوية اللي هو ايه جزر سين ناس 2 على جزر 4 المرة اللي فاتت أو في السؤال قبل اللي فات كان جزر سين ناس 2 زائد جزر 4 هنا جايب جزر سين ناس 2 على جزر 4 فهنجيب المجال الأول زي المرة اللي فاتت من 2 إلى ما لا نهاية والمجال الثاني من سالة ما لا نهاية إلى 4 مغلقة وحنحزف منهم أصفر المقام اللي هي أربعة يعني دائماً لما يبقى فيه مقام لازم نحزف أصفاره لما يكون فيه مقام لازم نحزف أصفار المقام سواء بقى كدلة كسرية أو دلة كسيرة حدود أو أي نوع من أنواع الدول المقام لا يساوي صفر في أي نوع من أنواع الدول يبقى المجال حيساوي الفترة المغلقة من 2 إلى 4 مفتوحة طبعاً هنا عندنا برضو فيه إجابة زي اللي فاتت من 2 إلى 4 مغلقة بس دي طبعاً يكون غلط الإجابة الصحيحة اللي هي جيم من 2 إلى 4 فترة مفتوحة يبقى إجابة هنا إيه جيم طبعاً هنا ما نحاول في الشرح أو في الأمثلة إن احنا ندرب الطلاب على شكل الأمثال الجديدة أو ندربهم على أرمانة الأسئلة الجديدة وإن شاء الله يعني لما يسمعوا الحصة كويس ويستوعبوا الأفكار اللي فيها حالوا الأفكار دي تتناسب مع الامتحانات اللي هي الجديدة اللي هي الاختيار من متعدد وحالوا الأفكار بتاعتها تتناسب معها بشكل كويس سؤال تاني بيقول لي إذا كانت دال واحد معرفة من صف من سالب واحد وخمسة إلى حا ودال اتنين معرفة من صفر إلى سبعة إلى حا يعني مجال الأولى من سالب واحد إلى خمسة ومجال التانية من صفر إلى سبعة طب إيه حا التانية دي تطبعاً دي تلمجال المجال المقابل فإن مجال دال واحد زي الدال اتنين سيني سوي إيه هنا أعطيني مجال الدالة الأولى سالب واحد وخمسة مجال الدالة التانية من صفر إلى سبعة هنا عشان نجيب مجال مجموحهم هنجيب تقاطع مجال الأول والمجال التاني حيصوي صفر وخمسة فترة مغلقة يبقى الإجابة جيب طبعاً في الجزء الأولى اللي انا خدناه أو السؤال الأولى اللي انا خدناه أو مجموعة الأسئلة هي إزاي نجيب المجال المشترك لدالتين سواء كان فيه بينهم جمع أو قسمة أو طرحة أو ضرب طيب إيه السؤال التاني اللي ممكن نجيبه في العمليات سؤال حساب يعني إيه سؤال حساب يعني نحسب دالة رقم بالتعويض المباشر في إيه في الدالتين بشرط أن يكون هذا الرقم ينتمي للمجال المشترك للدالتين سواء كانوا جمع أو طرحة أو ضربة أو قسم فبيقول لي هنا دالة سين بيستوي سين تربية ناقص أربعة وره سين بيستوي جزر السين ناقص واحد فإن دال زائد رقم خمسة يعني دال زائد رقم خمسة يعني نعوض عن سين بخمسة في الدالة الأولى والدالة التانية ونشوف مجموحه طيب سؤال هنا هل خمسة تنتمي إلى المجال مجموعة دالتين طبعا الدالة الأولى دالة كسيرة حدود يبقى مجالها ها العدادة الحققية الدالة التانية سين ناقص واحد تحت الجزر التربيعي يبقى مجالها من واحد إلى ما لا نهاية يبقى أكيد خمسة تنتمي إلى المجال بالتعويض المباشر في الدالة الأولى خمسة قس 2 ناقص أربعة وفي الدالة التانية جزر خمسة ناقص واحد يبقى واحد وعشرين زائد اتنين سوية تلاتة وعشرين طيب واحد يقول لي طب يفرض هو عطني رقم مش موجود في المجال هنعمل ايه هنا نفس السؤال بيقول لي إذا كانت دالسين بالساويسين تربيعي ناس أربعة وريث السين بيساوي جزر سين ناس واحد فإن دالة سلب 2 سوي طبعني في المثال الذي فات شرحنا للطلبة مجال الدالة الأولى حا لأنها دالة كسيرة حظم الدرجة الثانية ومجال الدالة الثانية الفترة من واحد إلى ما لا نهاية إذن سلب 2 لا تنتمي إلى المجال المشترك سلب 2 لا تنتمي إلى المجال المشترك يبقى إذن دالة سلب 2 غير معرفة لأنها غير موجودة في المجال يبقى عندي هنا في أول الدرس اللي فات لما قلنا أن إيجاد المجال حاجة مهمة لأن المجال بيحدد قيم الدلة أو قيم سينة التي تحقق الدلة طيب عندنا فيه دلة تانية اللي هي الدلة التركيبية تعريف جديد ودلة مهمة أبدا طبعا فيه أحيانا بعد الدولة بتبautها مرتبطة بدولة تانية مثلا زي مصنع له انتاج معين بيبقى فيه دلة للانتاج والانتاج بيرتب عليه مصروفات أو مكسب فممكن يكون مرتبط بودولة تانية فممكن الانتاج مرتبط بالمكسب او مرتبط بالأرباح طيب أنا عايز بقى نجيب الدلة مرتبطة بدلة تانية أو نركب دلة على دلة يعني تركيب دلة على دلة يعني نعوض بدلة في دلة تانية نعوض بدلة في دلة ايه تانية فبقول لي ده عريف الدلة التركيبية بقول لي اذا كان مدى الدلة دال تقاطع مجال الدلة راء لا يساوي فاي واحد يقول لي طب ليه الشرط ده لان المدى الدلة الاولى هنعوض بيه في الدلة الايه التانية مدى الدلة الاولى هنعوض بيه في الدلة التانية فلو فيه التقاطع بينهم فاي يببلاقي جزء التعويض بيه طيب يمكن السنتاج دلة جديدة اللي هي عين بتسوي ريه تركيب دل ونسميها عين سين بتسوي ريه تركيب دل دلة في سين أو ريه دلة سين يعني جوه دلة راق نعوض بإيه بدلة سين يبقى الدلة التركيبية هنعوض في دلة بدلة تانية هنعوض جوه دلة بدلة تانية طيب هنا السؤال الأولاني سؤال تعويض مباشر على طول بيقول دلت واحد بتساوي أربعة ودلت أربعة بتساوي سبعة فإن راء تركيب دل واحد بيساوي كام يوم معنى كده أن أنا هننجي في دلت راء هنعوض بدلت ايه واحد يبدأ راء تركيب دل راء تركيب دل واحد حيصوي راء تركيب دلت واحد طبعا دلت واحد مواطة دلت واحد مواطة بيه بأربعة يبقى هو زي ما tecnología عايز ريه أربعة يبقى ريه أربعة بتساوي إيه سبعة نولة تاني كده دلت واحد بتساوي أربعة وراء أربعة بتساوي سبعة عايز راء تركيب دل واحد يبقى رأى تركيب دال هي رأى دلت واحد رأى دلت ايه واحد دلت واحد معطبة اربعة يبقى رأى اربعة بتسوي ايه سبع سؤال تاني على الدالة التركبية بقول لي دالت سين بتسوي سين قص اتنين زائد ستة ورأى سين بتسوي تلاتة سين فان دال تركيب رأى تلاتة بتسوي كام خمسة وسبعين سبعة وثمانين تسين او مين طبعا هنا في الاسئلة اللي زايدية لازما انا نعمل حاجة من الاتنين اما نجيب الدلت تركيبية الاول وبعدين نعوض او نعوض في رأى ثلاثة وبعدين نعوض بالناتج في دلت ايه في دلت سين يعني عندي طريقتين ممكن نستخدمهم اما ان انا نجيب الدلت تركيبية الاول او نعوض الاول طالما هو السؤال اصلا تعويد يعني السؤال هنا تعويد فممكن نعوض من الاول على طول طيب نرجع تاني للسؤال طبعا الطلبة وهي بتحل معنا لو هو بيحل بالورا والقلم حيكون افيد له او هستفيد اكتر لان المعلومة هتثبت معاه فالطلب اللي قعد بيتفرج عنينا برضو ايه وهو بيشتغل او بيتفرج يشتغل معنا ايه بالورا والقلم حيكون استفادة بتاعته اكتر يعني ده التركيب راء سين بتساوي هنين عوض انا في الدلة دال اللي هي سين قصة اتنين زائد ستة نشيل السين ونحط مكانها تلاتة سين يعني انا عوض مكان سين براه سين طبعا الدلة التركيبه احنا قلنا الدلة التركيبه معنا ان في دلة هنعوض بها في دلة تانية يعني مكان السين في الدلة الاولانية اللي هي دلة سين بساوي سين قصة اتنين زائد ستة هنعوض بتلاتة سين يبقى نشيل سين في الدلة الاولى ونحط مكانها ايه تلاتة سين طبع تلاتة سين قس 2 زائد 6 دي الدلل تركبين لو حد حاب يفكها او يبسطها هتبى 9 سين قس 2 9 سين قس 2 زائد 6 بالتعويد عن سين بتلاتة يبى لو حطنا سين بتلاتة في القوص 3 في 3 بتسعة قس 2 81 81 زائد 6 يسوي ايه 87 طب لو حد عوض من الاول كده على طول هجيب الاول راح تلاتة هتبى 3 في 3 بتسعة وبعدين يجيب في الدلل الاولى دلل التسعة هتبى 9 قس 2 زائد 6 ده لو حد حاب يقعوض من الاول عندنا سؤال تاني بقولي اذا كانت دل سين بتسويسين قس 3 وراح سين بتسويسين قس 2 فان دل تركيب را سين هي سين قس 3 ولا سين قس 6 ولا سين قس 5 ولا سين قس 4 طبعا في بعض الطلبة لو السؤال جديد ممكن ما يفكرش فيه تفكير صح يعني يفكر ان هو يختلع شوي وده طبعا يعني ايه غالبا بيكون ايه تفكير خاطئ يعني التفكير الصح ان انا من استخدم القاعدة او التعريف اللي انا درسته بشكل بسيط ومباشر هتلاقي السؤال يتحل معك على طول يعني دايما السؤال الاختياري طريقة حله بتكون سهلة ولو استخدمت التعريف اللي بينطبق على السؤال هيكون سؤاله حل في خطوة او خطوطين يعني ممكن ياخد مننا ديها او اقل من ديها في الحل طيب نرجع للسؤال تاني كده دل تسين بسوي سين قس 3 وراح سين بسوي سين قس 2 هو عايز دل تركيب رأ عايز دل تركيب ايه رأ يبا هنعود في دلة سين مكان السين نحط مكان سين قس 2 نحط مكان السين ايه سين قس 2 يبا سين قس 2 لكل قس 3 طبعا من قاعد القصص هنضرب اتنين في تلاتة بايه بستة يبا ناتك سين قس ايه ستة طبعا سهلة السؤال تاني بيقول لي اذا كان دل سين بتسوي واحد على سين وراح سين بتسوي السين زائد 3 فان مجال دل تركيب رأ سين هو طبعا انا عشان نجيب المجال بتاعت دل تركيب رأ بنعمل ايه بنجيب الاول الدل التركيبية دل تركيب رأ يعني نجي في دل السين ونشيل السين ونحط مكانها رأح سين فدل تركيب دل سين حنشيل السين في الدل الأولى ونحط مكانها السين زائد ايه 3 طيب ازاي منجيب مجال الدل التركيبية سهل او منجيب مجال الدل التركيبية اللي هي الصورة النهائية للدل التركيبية اللي هي واحد على السين زائد 3 تقاطع الدل التانية في التركيب اللي هي رأح سين فالدل التانية في التركيب اللي هي رأح سين مجالها ح والدل التركيبية طلعت او الناتج بتاعها واحد على سين زائد 3 يبقى المجال هو ح فرق سلب 3 المجال بيسوي ح فرق ايه سلب 3 يبقى في مجال الدل التركيبية بنجيب المجال ازاي بنجيب الصورة النهائية للتركيب تقاطع رأح سين طبعا ده شرط لان لازم ان تكون رأح سين موجودة عشان يكون الدل التركيبية موجودة وطبعا اكيد الصورة النهائية لازم ان يكون لها وجود فلازم ان نجيب مجالها يعني لازم ان الاتنين يكونوا موجودين في نفس الايه الوقت نفس السؤال بس بدل الايه بدل المطلوب طبعا هنا لما نبص على السؤال اللي فات والسؤال ده هاللاحظ انهما نفس السؤال بس يغير مكان دال تركيب رأ خلاه رأى تركيب دال هنا في طريقة ممكن اللي بيقلف السؤال يغير السؤال فيها بطريقة سهلة اول يغير مكان دال يحط رأح ومكان رأح يحط دال يعني يغير الايه المطلوب فاكيد معنا كده ان الناتج حيتغير ودي طريقة من طورة تأليف السؤال انه هو يغير بس في الشكل يغير في الشكل يعني السؤال هو هو بس يغير في شكل السؤال فالناتج يتغير فطبعاً أنا عايز التطلبة لما شكل السؤال يتغير هي ما فرقتش حاجة لأن كده كده إحنا عندنا الرياضيات مادة بتعتمد على فهم القواعد والمبادئ اللي احنا نشغلين عليها ومنطبها على السؤال ما نتخضش لما نشوف السؤال سواء السؤال اللي هنا هو السؤال اللي أنا متعود على شكله أو السؤال شكله تغير لأن احنا مش من اعتمد على الشكل احنا من اعتمد دايماً في الحل على التعريفات والمبادئ الرياضية اللي احنا درسناها ماشي كده؟ طيب حنجيب هنا بقى دل تركيب راء دل تركيب ايه؟ راء يبقى حنيجي في راء سين دلت راء سين ونحط ما كان السين واحد على السين نحط ما كان السين ايه؟ واحدة على سين فايطلع لنا الدلة واحد على سين زي الثلاثة طبعاً احنا قلنا منجيب الدلة ازاي؟ منجيب الدلة الدلة الاولى تقاطع لإيه؟ التانية يبقى هنا الميال حيصيحه التقاطع الدلال تركيبية مجال الدلال تركيبية تقاطع مجال الدلال الثانية في التركيب ماشي كده يبقى حفرق صفر السؤال اللي بعده السؤال المهم قوي بيقول لي دلت سين بالسويسين تربيع زائد أربعة وريح سين بالسوي كاف سين وكانت دل تركيب راء اتنين بالسوي 40 فإنها كافي سوي كام دل تركيب راء اتنين بسوي 40 فإنها كافي سوي كام طبعا ممكن الطالب يشوف السؤال ده يقول لي السؤال ده عمري ما شفت زيه أو فكرته ما عددش عليه هنحله ازاي يعني دائما الطالب بمشكلته الأساسية في الامتحان شكل السؤال جديد عليه طبعا هنا أنا عايز نفرق بين الطالب بين الكتاب المدرسي والمنهج اللي احنا بندرسه الكتاب المدرسي جزء من المنهج وليس المنهج كله بمعنة ايه ان المنهج هو كل المهارات اللي الطالب بيتعلمها سواء في البرامج التعليمية او في الفصل المدرسي او على المنصات المختلفة او حتى هو بيخش على بنك المعرفة او ايه منصات هو بيحب يتفرج عليها او بيتبح وبيتعلم منها فكل المهارات اللي الطالب بيكتسبها هي جزء من المنهج فالكتاب المدرسي هو جزء من المنهج وليس المنهج كله علشان كده مش لازم السؤال يجي هو نفس السؤال اللي في كتاب المدرسة بالزبط يعني احنا بنقول دلوقتي ان الكتاب المدرسي ده هو جزء معرفي من المنهج ولكن ليس كل المنهج كل المهارات اللي احنا بنتعلمها سواء في البرامج التعليمية على المنصات المختلفة او حتى الطالب نفسه بيبحث عنها في المراجع المختلفة ممكن الطالب يعلم نفسه بنفسه فالمعارات اللي بيكتسبها طالما هي مرتبطة بالمنهج الدراسي تبقى جزء من المنهج فدائما انا نركز على فكرة السؤال وليس شكل السؤال الشكل السؤال يتغير بطرق مختلفة كتير دائما نركز على ايه على فكرة حل السؤال هنا بقول لي دال السين بيساوي السين تربيه زائد 4 ره السين بتساوي كاف السين وكان دال تركيب رأ 2 بيساوي 40 فإنها كاف بك ها 3 سالب أمو جاب 3 سالب 3 و6 طيب واحد يقول لي هنحلها ازاي دي اعمر ما شوفت ازايها سهلا هنجيب دال اسين ونعاوض ما كان السين بكاف سين فعيب عندي كاف سين تربيه زائد 4 بيساوي 40 يعني أنا جبت الدلة التركيبية الأول اللي هي الدلة لتركيب روح حتسوي كاف سين قصة 2 زيادة 4 يعني لو حبيتنا فكهة يبقى كاف تربية سين تربية زيادة 4 وبعد كده بتتعويض عن سين باتنين لأنه عطيني سين باتنين مواطن يبقى 4 كاف تربية زيادة 4 بيسوي 40 يبقى كاف تربية بيسوي 9 يبقى كاف بيسوي سلب أمو جاب إيه 3 يبقى الاختيار الصحيح هو سلب أمو جاب إيه 3 طيب سؤال تاني برضو على المجال بقول لي مجال الدلة ده السين بيسوي جزر 5 نقصين زياد جزر سين نايس 5 طبعا ده سؤال مرتبط بالعمليات على الدول اللي احنا درسناه في أول الحصة النهاردة حنجيب مجال الدلة الأولى 5 نقصين تحت الجزر التربية حيكون سالب ملا نهاية إلى 5 واحد أقول لي إزاي هناخد هنا 5 نقصين هتكون أكبر من أو يسوي صفر هتوبصين أقل من أو يسوي 5 يبقى المجال الأول من سالم ملا نهاية إلى 5 مجال الدلة التانية سين نقص خمسة تحت الجزر التربية هتوبصين نقص خمسة أكبر من أو يسوي صفر يبقى المجال التاني من خمسة إلى ملا نهاية المفروض المجال يبقى التقاطع ما بينهم حيساوي 100 مواحد تقاطع عين 2 حيساوي المجموعة خمسة عندنا برضو سؤال تاني على الدلة التركيبية بيقول لي إيه إذا كانت دلة سين تساوي سين زائد واحد وراح سين بتساوي سين قسة اثنين فإن قيم سين التي تجعل رأى تركيب ده السين يساوي رأى سين سؤال برضو ممكن يكون مش موجود شكله في الكتاب قوي يعني مش متداول طبعا ده من الأسئلة المهمة أم يتركز فيها دايما الطالب لو فيه سؤال فكرته جديدة عليه ينتبه له كويس وإيه السبب دايما الفكرة الجديدة بتكون مكسيرة للتفكير الفكرة الجديدة تكون مكسيرة للتفكير فأنا لو شفت سؤال في منصة أو في برنامج أو غيره ووجدت السؤال الجديد فدايما إيه يحصل لي إصارة في التفكير هنا السؤال جايب الدلة التركيبية بتساوي إحدى الدوال الأساسية في السؤال هو جاب لي هنا إيه دالة سين تساوي سين زايد واحد وراه سين بتساوي سين قصة اثنين بيقول لي قوية قيم سين التي تجعل رأى تركيب ده السين يساوي راه سين يعني عايز الدلة التركيبية تساوي الدلة التانية طب القيم دي هل هي تساوي صفر نص صلب نص واحد طبعا السؤال هنا محتاج مني خطوات بص بسيطة احنا قلنا في الأول السؤال لو أنا استخدمت التعريفات والمفاهيم الأساسية هيكون من السهل إيه؟ نحله هنجيب الدلة التركيبية هتطلع سين زايد واحد قصة اثنين هنسويها براه سين اللي هي سين قصة اثنين هناخد الجزر التربية للطرفين طبعا هنا فيه عندي طريقتين طبعا الأول تاني نعيد الجزء اللي هندي عشان مهم هنجيب الأول الدلة التركيبية ده تركيب رأى هتساوي سين زايد واحد قصة اثنين هتساوي رأى سين اللي هي سين قصة اثنين ماشي كده؟ طيب علشان نضيع التربية في الطرفين ممكن عندي طريقتين يأما نفك القوس أو ناخد الجزر على طول فلو خط الجزر في الطرف الايمن والايصر حيبه سين زايد واحد يساوي سين أو سين زايد واحد يساوي سلب واحد طبعا سين زايد واحد يساوي سين دي مرفوض لأن احنا لو حزفنا سين مع سين حيبه واحد يساوي صفر طيب الجزء التاني بقى سين زايد واحد يساوي سالب سين هنودي السلب سين مع السين في الطرف الايمن يبهو اثنين سين وواحد في الطرف الايمن هتروح للطرف الايصر بسالب واحد يبقى اتنين سين بتساوي سالب واحد يبقى سين بتساوي سالب ايه سين تساوي سالب نص سين تساوي ايه سالب نص لو لاحظنا في الحل على الاي الحل خد مني خطوتين او تلاتة بالكتير يعني جبنا الدلة التركبية وسويناها بالدلة التانية خدنا الجزر التربية للطرفين وجبنا قيمة السين على طول فحتى السؤال اللي هو جديد او فكرته جديدة ممكن يتحلل بايه بطريقة سهلة لان السؤال الاختياري غالبا بتكون طريقة حله خطوة او خطوتين يعني بالكتير خالص ثلاث خطوات حلقص اللي احنا خدنا في الدرس الاول والتاني احنا خدنا في الدرس الاول والتاني تعريف الدلة وقلنا ان الدلة هي علاقة من سين الاساط بحيث كل عنصر من عنصر السين بيظهر كمسقط اول في العلاقة طب لو في عنصر يظهر مسقط اول مرتين يبقى ليست ايه وخدنا اختبار الخط الرأسي لو رسمنا خط رأسي وقطع الدلة في اكثر من نقطة يبقى اذا هذه العلاقة ليست ايه الدلة بعد كده خدنا ازاي نجيب مجال الدول واخدنا مجال الدلة الكسرية هفرق اصفر المقام دلة الجزر لو الجزر دليله عدد فرد يبقى حا ولو دليله عدد زوجي يبقى القيمة اللي تحت الجزر تكون موجبة او تسوي صفر خدنا العمليات على الدول العمليات على الدول للجامعة الطرح لضرب القسمة المجال المشترك للجامعة والطرح والضرب هو نفس المجال من واحد تقاطع من اثنين في القسمة بس منحزف اصفر المقام يعني منشيل اصفر الى المقام ودي قاعدة سبتة يعني في اي دلة لو عندي سواء كانت دلة فيها جزر او كسيرة حدود منجبل ايه المجال حفرق اصفر الى المقام بس لو طبعا جزر بقيمة الجزر لازم ان تكون لو هي دليل الجزر زوجي تب موجبة او تسوي صفر ولو دليل الجزر فردي يمكن تكون الاعداد الحققية كلها بعد كده خد الدلة التركبية وان الدلة التركبية معناها ان احنا منعوض في دلة او منعوض باستخدام دلة في دلة تانية ازاي منجيب المجال للدلة التركبية بيجيب المجال من الدلة الصورة النهائية للتركيب تخاطع مجال الدلة التانية في التركيب ماشي كده خدنا امثلة مهمة على الدلة التركبية واللي هي الامثلة الاخيرة مهمة جدا وخدنا امثلة على العمليات وانا العمليات الامثلة بتيجي عليها ازاي اما بيجيب لي دلتين ونجيب المجال المشترك بينهم سواء جامعة او طرحة او ضربة او قسمة مسائل العمليات بيجيب لي دلتين ونجيب تعويض مباشر بس بشرط ان يكون الرقم او العنصر بينتمي للمجال المشترك وخلي بنا كويس من المجال يعني اي دلة من درسها لازم ان نجيب لها المجال اي دلة من درسها لازم ان نجيب لها المجال واحد يسأني ليه لان احنا لو عوضنا باي رقم او اي عنصر لا ينتمي للمجال تبدال لي غير ايه معرفة طبعا يعني ايه اتمنى ان يكون الطالبة استفادوا من حسنة النهاردة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله